نتجدد التحية زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي صباح اليوم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ايدكس 2015 في العاصمة ابو ضبي في اليوم قبل الاخير من ازدال الستار على فعاليات هذا الحدث العالمي الذي حظي باهتمام ومتابعة وسائل الاعلام المحلية والعالمية والمراقبين الدوليين نظرا لموقعه المرموق على خارطة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في انظمة الدفاع والامن المتطورة في العالم وتجول سموه في مختلف ارجاء المعرض يرافقه سعادة اللواء خمي سمطر لمزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة اللواء الدكتور عباد الحير الكتبي رئيس اللجان العليا المنظمة لأيدكس وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني امين عام المجلس التنفيذي في دبي وسعادة اهلال سعيد المر الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي حيث اطلع سمو نائب حاكم دبي على الاجهزة والمعدات والتقنيات الدفاعية والصناعات العسكرية التي تمثل نحو 1200 شركة وطنية وعالمية حضرت من 70 دولة حول العالم كي تعرض اخر ما اتجته مصانعها من معدات وتقنيات وانظمة الكترونية دفاعية متطورة وتوقف سموه عند العديد من منصات العرض الوطنية والاجنبية واستمع الى شرح من القائمين على هذه الاجنحة خاصة الطائرة بدون طيار وهي من الصناعة الوطنية التي يصعب على الرادارات اكتشافها ومجهزة باحدث التقنيات من ابتكار عقول وايد اماراتية كما شهد سموه المركبات العسكرية الحديثة من صناعة شركة وطنية هنا على ارض الدولة وقد اعرب سمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم عن سعادته واعتزازه بكوادرنا وصناعتنا الوطنية التي تدخل الاسواق المحلية بقوة وكفاءة متمنيا سمو لهذه الصناعات مواكبة التطور التقني العالمي وتوظيفه في تطوير الذات وزيادة حجم هذه الصناعات وتنويعها بحيث تنافس الصناعات الاخرى وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم اقتصادنا الوطني